اشتركوا في القناة في مدينة العين وكانت هيئة الدفاع المدني في ابو زبي قد اعلنت عن وفاة الطفل المجبالي اليوم السبت وذلك بعد تلقيها بلاغا امس الجمعة عن سكوته وذكرت عبر حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي ان الهيئة تلقت بلاغا عن سكوت طفل يبلغ ثلاث سنوات من العمر في بئر على عمق 72 متر بمنطقة الظاهر في العين واكدت انه منذ تلقي البلاغ باشرت فرق الدفاع مهامها في محاولة لانقاذ الطفل وانتشاله الا انه فارق الحياة وكان مواطنون قد تناقلوا بتأثر وحزن تفاصيل عن حادثة سكوت الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر استدولوا عبرات بابا ماتت تطلعني بابا طلعني ما اشوف وقيل انها تعود للطفل بعد سكوته في البئر وهو يستنجد بوالده لاخراجه وتأتي هذه الحادثة بعد حوادث مشابهة لسكوت اطفال في ابار كان ابرزها حادثة سكوت الطفل المغربي ريان في بئر في محيط منزله وفي فبراير الماضي عن طفل سقط في افغانستان البقاء لله وان لله وان اله راجعون سئل المولى عز وجل له الرحمة وان يرزق اهله وزويه الصبر والسلوين